بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على قائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأحباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بداية أشكر هذا البيت الحمصي المنصة المباركة التي تعد معلما عالم الخير والنور بإذن الله تعالى ولا أقصدها بذاتها وأنما أقصد القيمين عليها فردا فردا دون الدخول في الأسماء فأسأل الله عز وجل أن تكون هذه المبادرة فيها الخير والنور وأن تكون في ميزان حسناتكم جميعا ثم أرحب بالأخوة والأخوات جميعا أيضا فردا فردا كل باسمه ومسماه فأسأل الله عز وجل كما جمعنا على هذه المنصة أن يجمعنا دائما في أبواب الخير ودروبه لننشر النور الذي اتمنى عليه لنكون ورسة حبيبنا محمد صلى الله وسلم وبرك عليه بحق حتى نكون عمليين لا منظرين وحتى نكون فاعلين وليس جدليين بإسم الله تعالى أيها الأخوة الأكارم لا شك العنوان فطفاض وواسع وهذا يريح من جهة ويتعب من جهة يريح لأن المتكلم يستطيع يتكلم كيف يشاء لأنه كيف ما تكلم في الدعوة فإن الأمور واسعة ولا تكاد تنحصر ومهما تكلمنا عن التحديات فلا يمكن أحصاؤها ولذلك هذا أمر يستلزم من المشاركة جميعا حتى لا يكون المتكلم واحد وإنما الجميع بإذن الله تعالى لأن الهم واحد والرؤية ينبغي أن تكون واحدة عسى الله عز وجل أن يلهمنا الحكمة والصواب في نشر هذا الخير الذي اتمنى عليه حتى نحسن وضع الخطط التي تخرجنا من هذه التحديات لنتجاوزها بالنصر والتمكين بتوفيق رب العالمين الكلام عن الدعوة الإسلامية إذا أردت أن أتكلم عنها فكلمة الدعوة من حيث هي وهذا أمر لا يخفي عليكم تتضمن الداعية وتتضمن الرسالة أو المنهج أو الدستور القرآن والسنة تتضمن المدعو من جهة أخرى وتتضمن الطرق والوسائل التي يبغي أن يستخدمها الداعية في إصال دعوته إلى المدعو وكل واحدة من هذه العناصر الأربعة الداعية والدعوة والمدعو والطريقة مع الوسائل كل واحدة فيها ما فيها من التحديات ولذلك ليس المقصود بداية قبل أن ندخل في التفاصيل ليس المقصود بداية أن ندخل في هذه القضايا وإنما المقصود بعض العنوين العامة التي ينبغي من وجهة نظري أن تكون محطة إجماع بيننا من خلالها نستطيع أن نحدد بعض المفاهيم أن نتفق على بعض المفاهيم وبالتالي ينبغي أن نخرج حتى لا تكون هذه الأمسية مجرد أيضا تنظير وإنما برنامج عمل إن شاء الله عز وجل يدفعنا إلى مزيد من الخير في مسيرتنا في خدمة ديننا في خدمة البلاد والعباد الدعوة الإسلامية هي أعظم ما يمكن أن يحمله الإنسان وهذا أيضا محط اتفاق بين جميع المسلمين أن يكون الإنسان وريث النبي صلى الله عليه وسلم فهو الفخر بعينه ومن أحسن قولا ممن دعي إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أن تكون وريث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك الهم العالي الكبير هناك الرؤية الواضحة هناك الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية ولذلك من أهم الأمور التي نعاني منها اليوم والتي ينبغي أن ننقلها لأجيالنا حتى لا يكرروا أخطاءنا وأخطاء السابقين مع ما يحمل السابقون ولا أقصد بالسابقين السابقين السلاف وإنما أقصد في القرن الذي نعيش فيه هو آخر قرن السابق حتى لا نكرر هذه الأخطاء لا بد من استدراك بعض الأمور وتجديد بعض المفاهيم من أخطر الأمور التي نعانيها اليوم في جيل الصحوة الإسلامية هو قدر المسؤولية المنقاط على عاتقهم لا ندرك قدر هذه المسؤولية والسبب في ذلك أننا لم ندرك قيمة الدعوة التي نحملها لم ندرك قيمة الانتماء لهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به فقيمة ديننا بقدر ما نفهم حقيقة إيماننا بالله عز وجل بقدر ما يمكن أن نفهم حقيقة هذا الدين وبالتالي المسؤولية المنقاط على عاتقنا عندما يفهم الداعية دوره وعظم المسؤولية المنقاط على عاتقه وأنه وريس النبي صلى الله وسلم وبرك عليه بحق عندها سيتجاوز كل التحديات التي تعنيه هو بالدرجة الأولى سواء تعني التحديات الداخلية أو تحديات خارجية وكما ذكرت لا أريد الدخول فيها ولكن من أعظم الأمور التي ينبغي أن نتجاوزها كدعاة والانشغال بسفاسف الأمور التي تحط بنا إلى مزيد من الانحدار والعياذ بالله تعالى وغالبها لا يخرج عن الأنانية لا يخرج عن الكبر لا يخرج عن سوء الفهم في كثير من الأمور وهذه سأشير إليها لاحقا بإذن الله تعالى عندما ندرك وأن هذا صراط مستقيما فتابعوه ولا تتبعوا السبل فتفرط بكم عن سبيله سندرك أننا نمشي على منهج هو بحد ذاته النور كما وصفه رب العالمين هو الروح هو الحياة لنا بالدرجة الأولى وللإنسانية جمعا نحن لا نحمل برنامجا ثانويا أو هامشيا يلقى على مزادات معينة وفي مؤتمرات معينة أو دراسات معينة نحن نحمل برنامج الحقيقي لريادة البشرية لكاملها وليس مجرد نظريات تعرض من أجل أن تكون محلة قبول أو رفض ولكن المشكلة عندما ترددنا في حمل هذا المشروع ولذلك عندما نقرأ في قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذه السقة التي ينبغي أن تكون في نفوس كثير من الدعاة نجدها مغيبة اليوم السبب في ذلك هو عدم إدراق قيمة وعظمة هذا الدين الذي تمنى عليه هذا الدين الذي نحمله فأعود فأكرر مرة ثانية بأن تقديرنا لهذه الرسالة والثقة الكبيرة التي ينبغي أن تكون في نفوسنا واعتزازنا بديننا من أهم الأمور التي تجعلنا نتجاوز التحديات التي تعترضنا أو التي نواجهها في مسيرتنا في هذه الحياة والتي ينبغي أن تكون محطة مراقبة دائمة وتقييم دائم حتى ننال التوفيق من الله سبحانه وتعالى هذه مقدمة أحببت أن أبدأ بها قبل أن أدخل في التحديات التي هي المحور الرئيس في كلامنا التحديات عندما نقرأ عندما كنا صغارا وتربينا في حلقات الدعوة الإسلامية من أجمل ما قرأناه وتربينا عليه ولا يخفى على كثيرا منكم كتاب الدكتور عبدالله علمان رحمه الله تعالى الشباب المسلم في مواجهة التحديات وذكر في حينها تحديات تنسجم وذلك الزمان وكانت فعلا تحديات مهمة وكثير منها ما زال قائما إلى اليوم وإن تغير الشكل ولكن المضمونة ما زال واحدا وكل من كتب عن التحديات بعده جاء بنفس الأسلوب وجاء بنفس المضامين في كثير منها اللم يكن في جميعها فالتحديات منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هي واحدة في مضامينها ولكنها تختلف في الشكل في الأسماء وليس في المسميات الصراع بين الحق والباطل سنة الله عز وجل في هذا الوجود ولا يمكن أن تنتهي والعاقبة للمتقين عقيدة نؤمن بها ويقين لا ينبغي أن نتردد فيه أبدا فإما أن نكون من المغيرين من الذين يكون لهم أسهم كبيرة بإذن الله في عملية هذا التغيير في مواجهة التحديات وتجاوزها بما يرضي الله سبحانه وتعالى وأما أن نكون من المنظرين وبطريقة أو بأخرى نكون من المشاركين بقصد أو بغير قصد من المشاركين في زيادة انهيار هذه الأمة التي نحن جزء منها وأسأل الله عز وجل أن نكون فعلا دعاة حقيقيين ورصة لسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وأن يكون شعارنا التغيير الحقيقي وفق هذا الهدي النبوي الذي تعلمناه في مدرسة يديرها المدير الأول والقائد الأبدي محمد صلى الله عليه وسلم التحديات التي سأذكرها ربما يستغرب لها بعض الأخوة وأعود فأقول أنا غيرت في الأشكال ولم أغير في المضامين وعندما نناقشها لاحقا سيتبين لنا ذلك أكثر فأكثر من أخطر التحديات التي أراها في أجيالنا الجيل الذي عشته والجيل الذي قبلي والأجيال الصاعدة لأننا نكرر نفس الأخطاء نسخ لسك نسخ لسك كما يقال في التعبير المعاصر لأننا نكرر نفس الأخطاء ولا نستفيد من أخطاء السابقين حتى لا نستفيد من أخطاء حتى لم نستفيد من أخطائنا وللأسف فكيف سيستفيد الآخرون منا هذه المسؤولية كبيرة التحدي الأول هو التناقض الذي نعيش التناقض في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى في علاقتنا مع أنفسنا وفي علاقتنا مع المجتمع على الأقل أنا أتكلم الآن عن النخبة عن الصفوة ولا أتكلم عن عامة الناس فإذا كان الصفوة يعيشون في تناقض فمن باب أولى أن يكون عامة الناس كذلك وإذا كان الصفوة يعيشون هذا التناقض فمن باب أولى أن لا أن لا نلوم عامة الناس عندما يقعون في مثل هذا التناقض لأن القدوات والمنارات والإشارات التي ينبغي أن تكون منبهة على الطريق ومرشدة للناس للعوامل الخير هي في جزء كبير منها تعيش في هذا التناقض عنيت بالتناقض في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى والنفس والمجتمع أن الأمور ليست واضحة هناك ضبابية كبيرة جدا جدا في العلاقة مع الله عندما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى عندما نتكلم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أخرج على المنبر وأصعد على المنبر وأتكلم عن الإيمان بالله عز وجل بطريقة ربما تكي الجميع وتؤثر في الجميع ولكن عندما أنزل إلى أرض الواقع هناك تناقض واسع عندما أعلم الناس بأن الله عز وجل هو الذي يملك الأمر وأنه هو المتصرف في شؤون الخلق وأنه هو الرزاق وأنه هو المحي والمميت سبحانه وتعالى ثم يجدني كثير من الناس أعيش في تناقض مع هذه المفاهيم أو هذه المعتقدات التي ذكرتها فعند أي مأزق بسيط أتنازل عن كثير من هذه المبادئ هذا التناقض خطير تناقض مع النفس كذلك عندما يكون التناقض مع النفس ما أحدث به نفسي شيء وما أعيشه في واقع شيء آخر هذا التناقض هذا أمر خطير يجعل الإنسان بأحسن حالاته مترددا لا يسق بنفسه لا يوجد عنده رؤية واضحة لا يوجد عنده أمان داخلي هذه السكينة التي ذكرها الله عز وجل بقوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هذه السكينة وهذا الأمان وهذا الأطمئنان لا نعيشه فكيف سنجعل الآخرين يعيشونه فهذا التناقض داخلي نفسي وهو تحدي من أعظم التحديات في حياتنا اليومية التناقض مع المجتمع يا أخوان وهذا الأخطر طبعا لا يعني الأخطر لأنه يرى من قبل الآخرين ولا يعني أنه أخطر من الأول مطلقا أو الثاني الأول رقم واحد والثاني رقم اثنان والثالث يأتي نتيجة للأول والثاني التناقض مع المجتمع عندما أفتل المجتمع بشيء فأكون متشددا عليهم مثل قضايا مثلا تعامل مثلا هذه اليوم أزمة من الأزمات التي نعيشها في لبنان تعامل مع البنوك يعني كثير من الدعاة عندما يذكر أمامه البنك كأنه تذكر أمامه جهنم هذا جيد بالمعنى التربوي عندما يكون البنك رب إربويا ولكن بالمعنى العمل والفقه هناك أمور لابد أن نسهلها على الناس فنجد يضيق على الناس ولكن إذا كان الأمر يخصه هو نجد الأمر أصبح مباحا وهذه من أكبر المشكلات التي نعانيها إذن التناقض مع الله سبحانه في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى في علاقتنا مع النفس وفي علاقتنا مع المجتمع هذا لابد أن نتجاوزه بمصارحة أولا المصارحة أن تكون هناك صراحة في علاقتنا مع الله عز وجل أن نعلم بأنه سبحانه وتعالى هو صاحب الكمال والجلال والجمال المطلق سبحانه وتعالى ونعيش هذا الجمال في نفوسنا حتى تكون المصارحة مع النفس بعد ذلك وتكون ثمرة المصارحة مع الله ومع النفس أن تكون الحياة مع الناس شفافة واضحة ومرنة وقائمة على رؤية واضحة هذا الأمر المصارحة تتبعه المصالحة لم تكن هناك مصارحة لم تكن هناك مصالحة أبدا أيها الأخوة الأكارم أيها الأخوة الأحباب هذه ليست ربما يقول البعض ليست محاضرة وعظية وليست تزكية في النفس ولكن القاعدة التي يذكرها غالبنا على الأقل مرة في الأسبوع أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم من هنا نبدأ أي مواجهة في مواجهة التحديات والتحدي الأول هو بين أنفسنا مع أنفسنا في علاقتنا مع الله ومع النفس ومع المجتمع هذا التحدي الأول الذي أردت أن أتوقف عنده التحدي الثاني أيضا هو تغيير في اللفظ الأنانية في الفهم الأنانية في فهم الأمور كل في مجاله وكل في تخصصه ولكن أتكلم الآن بالدرجة الأولى عن المتخصصين في الشريعة الإسلامية في علوم الشريعة الإسلامية مشكلة كبيرة نعاني منها من فترة طويلة وما زالت وربما تزداد وخاصة مع ازدياد المعاهد الشرعية ويعني مثلا في لبنان أصبح لجنة المسجد تكون معهدا شرعيا فكيف بالجمعيات وكيف بالأحزاب الكبيرة وكيف بغيرها فكل تكسرة المعاهد الشرعية التي تخرج عن الرؤية الواضحة التكاملية هذه تؤدي إلى أمر خطير جدا جدا تولد الأنا في الفهم لا أريد أن أسميه جهلا في الفهم لأن الأنا أوسع من الجهل الأنا تشمل الجهل من جهة وتشمل الهوى من جهة والجهل والهوى كما لا يخفى عليكم هما سببا كل المصائب والزنوب والمعاصي التي يقع بها الإنسان كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الأنانية في الفهم هو أن فهمي صحيح لا يقبل خطأ وفهمك خطأ لا يقبل الصواب وليس لا يقبل الصواب فقط بل فهمك ضلال وفهمك بدعة وربما يكون فهمك كفرا في كثير من الأحيان كما نسمع في طنطنات على وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن كثير من المنابر والمنصات الأخطر والأخطر من وسائل التواصل الاجتماعي هذا أيها الأخوة الأكارم زادنا تمزقا وزادنا تنازعا وزادنا فرقة وزادنا فضيحة أمام الآخرين يعني ماذا نفعل أمام الآخرين إذا كانت صفوة إذا كان طلاب العلم ولو تنوعت مدارسهم إذا كان طلاب العلم يتعاملون مع بعضهم بهذه الطريقة فكيف سيرجو عامة الناس منهم خيرا أي خير سينتظره عامة الناس يعني القاعدة التي يذكرها البعض بغض النظر عن التعبير ربما يكون قاسيا ولكنها تقال ومعروفة ومشهورة أن العوام هوام لكن اليوم طلاب العلم فوضى وبركان ووجودهم بدل أن يكون سببا للعمران هو سبب للهدم الأنانية في الفهم تحدي أمامنا جميعا ينبغي أن نتنبه له ولا بد فيه من عدة أمور أولا أن تأخذ المؤسسات التربوية دورها أن يأخذ العلماء دورهم لأنه عندما يغيب العلماء عن الساحة سيحل مكانهم المتعالمون الدياء العلم الجهلة أو الأنانيون في الفهم كما ذكرت تعريفها وتسميتها منذ قليل هذا تحدي من أخطر التحديات التي نعانيها في واقعنا لن أتكلم أيها الأخوة الأكارم لا عن الصهاينة ولا عن التبشير ولا عن التنصير مشكلتنا فينا وبيننا ذلك بما كسبت أيديكم هذه قائدة القرآن ما كانت يوما ما أسباب الهزيمة من الخارج ما كان أسباب التراجع من الخارج وإنما يستغل الخارج ضعفنا وتمزقنا وجهلنا وبعدنا عن ديننا حتى يعود بنا إلى الوراء والعياذ بالله تعالى كما هو الحال اليوم ولذلك اسمح لي وبين معطريضتين أن أقول بأن السفينة اليوم التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خرقها هي خرقت من فترة طويلة والناس تعيش في أمواج البحر وكل واحد مننا سواء كان فردا أو مؤسسة هو قارب ينبغي أن يكون قاربا من قوارب النجاة حتى ننقذ الناس حتى نعود إلى السفينة حتى نعيد بناءها وصيانتها بشرع ربنا بهدي ربنا بتكاملنا بتعاوننا على البر والتقوى وليس بتنازعنا وأننياتنا وتناقضنا الذي نعيشه السفينة ليست موجودة نحن نتخبط بين أمواج البحر ومن استطاع أن يكون قارب نجاة فهنيئا له لينقذ من استطاع من الناس حتى يعود بهم إلى السفينة لصيانتها والانطلاق بها من جديد ولا يعيدها إلا رسالة الرحمة التي ائتمنا عليها إلا رسالة الروح والحياة والنور التي وصفها ربنا عز وجل للقرآن أو في حق القرآن وفي حق هدي سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام أو من كان ميتا فأحييناه رسالة حياة رسالة روح أو حينا إليك روحا من أمرنا روح رسالة الإسلام روح وحياة ونور وضياء فهذا ورحمة هذا الذي هذه هي مكونات السفينة وهي التي ينبغي أن نستعيدها بتوفيق الله سبحانه وتعالى التحدي الثالث وإذا اقترب من مجاوزة وقتي أرجو التنبيه حتى لا حتى أسرع أكثر وحتى لا أتجاوز الوقت كما وعدت التحدي الثالث مرتبط كثيرا بما قبله وهو متعلق بكيفية تعاملنا مع النوازل قبل أن نبدأ بهذه الجلسة المباركة كان الأخ الحبيب أبو عامر يسألني عن الكورونا في لبنان الكورونا نازل من النوازل صحيح؟ هي نازل من النوازل كيف تعامل معها العلماء وطلاب العلم؟ هل تدركون بأن كثيرا من طلاب العلم أو من حملة الشهادات العلمية ممن يدرس وممن يرتقي المنابر وممن ربما عنده معاهد وجامعات إسلامية لا يؤمن بالكورونا إلى اليوم؟ فكيف سيتعامل معها؟ يعني أتذكر عندما كنت طالبا في المرحلة الثانوية كيف كنا نتنازع هل التصوير يجوز أو لا يجوز تصوير الفوتوغرافي كيف تعاملنا؟ يعني التاريخ يعيد نفسه نكرر أنفسنا بأنفسنا اليوم إذا احتجنا إلى عشر سنوات حتى نقتنع بالكورونا كيف سنواجهها؟ هذه مشكلة من المشكلات ولذلك تجرأنا هذا يعود إلى الأنانية في الفهم أصبح متخصص بالشريعة متخصص بالطب ومتخصص بالهندسة ومتخصص بالكيمياء وبالفيزياء وبكل شيء متخصص وهذه أم المشاكل لم نحترم تخصصات الآخرين لأننا لم نحسن احترام تخصصنا الذي أتمنى عليه لو كنا نفهم حقيقة هذا الدين أدركنا أن شعاب الحياة واسع أوسع من فهمي بكثير وأنا بحاجة إلى فهم الآخرين حتى يتكامل فهمي مع فهم الآخرين فنخرج بتصور متكامل في أي قضية من القلايا لو عدنا قليلا إلى الوراء في نازلة في نازلة أي نازلة من في موضوع الانتخابات النيابية ما زالت إلى لا تجوز الانتخابات النيابية وبدعنا بعضنا من أجلها وربما كفرنا بعضنا من أجلها بل أكثر من ذلك العمل منظم هل يجوز أو لا يجوز هل هو بدعة أو ليس ببدعة؟ يعني كيف سنواجه تحديات نتكلم عن التنصير الذي تديره مؤسسات خيالية ماليا وأعلاميا وتقنيا وإداريا نتكلم عن مواجهة الأعلام اليوم أو الصهيونية العالمية باللوب الصهيوني وما تحمله أو الأخطر منه وعزرا وأنا أدرك بأن هذا الكلام ولكنها كلمة لا بد أن تقال حتى اللوب المجوسي الذي هو أخطر من اللوب الصهيوني كيف سيواجه بالفوضى؟ يواجه بالتنازع؟ يواجه بأن اثنين لا يمكن أن نجمعهما على مشروع واحد؟ هذا التحديات يعني أنا في آخر خطبة ذكرت للمصلين أنه إذا تكلم خطيب عن تحرير فلسطين أنزلوه عن المنبار ليس نحن من يتكلم عن تحرير فلسطين إذا لم نحسن أن نتعامل مع بعضنا بأبسط الأمور السلام فيما بيننا فيه تقطيع فيه تشويش القائل السلام بأبسط الأمور سلامة الصدر التي عدها علماؤنا رحمة الله تكلم عن تحرير فلسطيني يا أخوان وغير تحرير فلسطين فلذلك عزرا إذا تحدثت عن تحديات هي في واقعنا في صفوتنا في داخلنا ولا أريد أن تتكلم عن الصهيونية العالمية وخطرها فخطرها سيزول تلقائيا عندما نتجاوز هذه التحديات وفق هدي ربنا جل فعلا التحدي الرابع التنظيم والإدارة والتفوق في العمل لو ضربت مثالا في لبنان ولا أقول وياقينا ولكن في غالب المناطق يقنص على لبنان ما هي المؤسسات التي أحسننا غالبنا نجح في إدارة مؤسساته الخاصة لماذا ننجح في إدارة مؤسساتنا الخاصة ولا ننجح في إدارة مؤسساتنا العامة كم بلدية خسرناها كم مستشفى أو مدرسة أحسننا إدارتها كم جمعية استطاعت أن تبقى أنا لا أتكلم عن أماكن فيها الطغيان والجبروت مسيطر ولكن أتكلم عن الأماكن التي فيها فصحة للعمل أتكلم عن الأماكن التي لا يمنعها القانون أو الدولة أو السلطة من العمل ومع ذلك فشلنا فشلا زريعا كيف سأتكلم يا أخوان بالله عليكم كيف سأتكلم عن إدارة العالم نحن رحمة العالمين وأساتذة العالم كما عبر أحد علمائنا رحمة الله تعالى عليه كيف سأتكلم عن هذا الأمر وأنا لم أحسن إدارة لجنة مسجد لم أحسن إدارة جمعية أو بلدية لبلدة لا تتجاوز حدودها عشرة كيلو متر مربع بأبعد تقدير كيف سأتكلم عن إدارة دولة وإدارة عالم ومواجهة العالم وغير ذلك كما سأختم بعد قليل هذا تحدي أيضا لابد أن نبحث عن الخلل فيه وهذا المكان وهذا الوقت لا يتسع الآن فيه لا يتسع له حتى نستعيد حسن الإدارة بطريقة شوارية بطريقة جماعية قائمة على التنظيم المرن وليس التنظيم المقفل المغلق المبكل قائمة على التنظيم المنفتح الذي يستثمر المهارات الذي يضع الشخص المناسف في المكان وليس التوريس الدعوي كما يحصل في كثير من مؤسساتنا وللأسف نحن تعلمنا أن الله عز وجل يمحسنين قالوا الإحسان قال علماؤنا رحمة الله عليهم الإحسان تتضمن هذه الكلمة تتضمن معنيين معنى المراقبة واستحضار معاية الله عز وجل دائما وأبدا أن تعبد الله كأنك تراف أن لم تكن تراف أنه يراك هذا في المجال التعبدي التربوي عملك الإحسان هو أتقان العمل ولذلك إذا إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فالإحسان أو الإتقان أو الإبداع في السلوك هو نتيجة طبيعية للإحسان في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك التنظيم والإدارة والتفوق في العمل هذا تحد من أعظم من تحديات التي ينبغي أن تكون في عقلياتنا وفي واطعنا وفي تفكيرنا وفي برامجنا حتى لا نندم بعد ذلك أكثر من الندم الذي نعيشه في هذه وارجو ألا نتهم الصهاينة بفشلنا أرجو ألا نتهم المجوس بفشلنا أرجو ألا نتهم الغرب بفشلنا فشلنا سببه نحن أو نحن أو نحن وأن لم يكن نحن فنحن وإلا إذا منذ صغرنا دائما تربينا على الأمبريالية 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 ما ظهرت الأمبريالية إلا لأن الأمبريالية في نفوسنا أكبر وأخطر بكثير من الأمبريالية الخارجية الموجودة هنا وهناك التحدي الخامس التفكك الاجتماعي والأخوي لماذا هذا التفكك نحن في صلاتنا في غير أيام الكورونا في غير أيام الكورونا رصوا الصفوف استووا صدوا الخلل لينوا لبعض هكذا يقول الإمام المصلين طيب لماذا هذا التدريب الرباني هذا التدريب رباني تدريب عملي مباشر أفضل من ستمائة ألف محاضرة لماذا عندما نخرج من باب المسجد هذا بأحسن الحالات لماذا عندما نخرج من باب المسجد كل هذه المعاني تزوب يعني أحدنا يأكل أكل خمس نجوم وجاره لا يوجد عنده آكل ما يلقيه في سلة المهملات بعد طامه يكفي لعائلات في منطقة أخرى بأحسن الحالات في المناسبات الكبيرة نعزي بعضنا عند الوفاة هذه بأحسن حالاتنا وربما أيضا أهملناها بسبب ضغوط الحياة التفكك الاجتماعي انتبه له الشيخ حسن أيوب رحمه الله تعالى وألف مجلدا في ذلك كان علماء كان علماؤنا في أواخر القرن العشرين في السبعينات فما فوق يتنبهون لهذه المشاكل ولذلك كانت الهجم عليهم شريسة أحدهم تكلم عن تحديات والآخر تكلم عن السلوك الاجتماعي في كتابه القيم الراع وآخر تكلم عن الفقه والعبادات والثالث تكلم عن الزهد والرقائق والرابع تكلم عن كل كانوا يتكاملون في كلامهم ونحن علينا أن نتكامل في سلوكنا وفي تطبيقنا وفي خطتنا دون أن يلغي أحدنا الآخر وأن يستأصل أحدنا الآخر كما يحصل في كثير من ساحات العمل الإسلامي مفاهيم الأخوة اليوم أين مفهوم الأخوة يعني عندما نقرأ في كتاب الظن العوائق أو المنطلق لا أذكر الدكتور محمد أحمد الراشد يذكر قصة أنه كان السلف عندما يمشون من بعضهم كان أحدهم إذا احتاج من آخر يمد يده إلى جيده دون أن يستأذنه ليس من باب السرقة ولكن لأنه يعلم لأن الإذن موجود سلفا لأن الإذن موجود سلفا في ضوء أخضر أن الذي تحتاجه من جيد أو من بيتي خزه دون استأذان اليوم هذا غير موجود تماما نتكلم عن حالات في كل بلد من بلداننا سواء في حمص أو في أدلب أو في لبنان في كل مناطق لا أريد أن أتكلم عن إفريقيا أتكلم عن بلاد الشام يا أخوان التي هي حيث الخضار والأنهار والأشجار والبحار والأمطار في حالات لو 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 تأمل فيها الإنسان دقيقة واحدة لا أكثر وعنده زر الضمير لنهاره وأصبح قلبه أكثر من البراكين يغلي ودموعه تجري أكثر من أمطار السماء في فصل الشتاء هذا هذا التكافل الاجتماعي إين هو اليوم تكافل وأم تفكك مزيد من التفكك لماذا لا نبحث عن هذه الأمور أليست من العبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ألم نتعلم وما زلنا نعلم وأولادنا وطلابنا وأجيالنا بأن المال الحقيقي هو الذي تتصدق به وليس الذي تدخره لأن الذي تتصدق به إنما تضعه في يد الرحمن والرحمن يربيه أو يربيه لك حتى تجده كجبال أحد يوم القيامة في ميزان حسناتك اليوم أين المال المال هو الذي تضعه في جيبك أو في حساباتك وليس الذي نتصدق به المفاهيم تغيرت كليا كليا ثم نتحدث عن تحرير فلسطين وعن دحر الطغاط في بلاد الشام وغير بلاد الشام التحدي السادس الحوار والانفتاح على العالم نحن أمرنا أن نحدث الناس بالتي هي أحسن وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن مع كل الناس في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حتى في الجداد حتى في مجادلة أهل الكتاب في أمور العقيدة وغير العقيدة ولا تجادل أهل الكتاب إلا التي خمسة في مجلس عالم أكثر من إلا ما ندر إن شاء الله هذا المجلس يكون من هذه النوادر والانطلاقات والمبادرات الكريمة التي تعيد الأمل في نفوس الخواص والعوام بإذن الله وتوفيقه لا نحسن الاستماع لا نحسن الحوار أبسط مسألة يحصل من أجلها جدال وخصومات يعني لآخذ مثالا متجددا كل سنة كل سنة كل سنة لا بد من استعادته مثلا احتفال بذكر المولد النبوي الشريف لا نحسن مناقشة هذه القضية لا على في مجالسنا الخاصة ولا في مجالسنا العامة ولا على وسائل تواصل الاجتماع كيف سنحاول الآخرين حول توحيد الله سبحانه وتعالى يتصور إنسان ملحد أمامه كيف سأناقشه حول وجود الله تعالى وإذا كانت أول كلمة سأقولها له أنت كافر وفي جهنم وبئس المصير هو كل الكفر لا يؤمن به أصلا وكل جهنم لا يؤمن بها عندما لا نحسن الحوار فيما بيننا يقينا لن نحسنه مع الآخرين لذلك هذه من من أبسط الأمور في تربيتنا من أبسط الأمور أدب اللسان حفظ اللسان من أبسط الأمور في تربيتنا يعني من لم يضبط لسانه كيف سيضبط جوارحه كيف سيضبط ثباته عند المواجهات الحقيقية أمام الطغاط والظالمين هذه قضية من أبسط الأمور يخرج أحدنا على المنبر ويظن أنه في غزوة بدر يحرر فلسطين ثم يذهب وهو يخاصم والديه أو إخوته من أمه وأبيه أو إخوانه في الله سبحانه وتعالى يعني أمر مزري جدا 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 لذلك هذه أيضا من التحديات أن نربي أنفسنا وأجيالنا على أدب الحوار وحسن الاستماع للآخرين حتى في أعقد وأخطر الأمور النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحاور المشركين ويناقش المشركين لم يكن يناقشهم في قضايا حياتية وأنما كان في البداية طبعا وأنما كان يناقشهم في أصول التوحيد ومع ذلك كان يسمع منهم الشرك والكفر بل إن القرآن عرض لنا كثيرا من الحوارات من الأنبياء السابقين أو في سيرة سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم والتسليم وذكر الكفر قال عن اليهود قالوا إن الله قالوا يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا كفر الكافرين وناقشهم ما أغلق الباب حتى نغلق الباب كيف سنكون رحمة لهم إن لم نحسن محاورتهم وإنهم كيف سندخلهم إلى الإسلام إلا أن نحسن الإنصاط إليهم وغير ذلك من تفاصيل هذا التحدي المهم جدا جدا هناك قواعد سلاسة أذكرها دائما في هذا الإطار لا يوجد في شريعتنا ما نخاف منه وهذه دائما أذكرها وبعض الأخوة والأخوات هنا ربما سمعوا لها سمعوها مني كثيرا لا يوجد في شريعتنا ما نخاف منه لا يوجد في شريعتنا ما نستحي من عرضه ولا يوجد في شريعتنا ما نخفيه لا ما نخاف منه ولا ما نخفيه ولا ما نستحي من عرضه نحن أعزاء بهذه الشريعة ولكن ينقصنا الجرأة الحكيمة والحكمة توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يوفق إليها إلا من ملأ الإيمان قلبه إلا من كانت السكينة مسيطرة على قلبه متغلغلة فيه مسيطرة عليه كما ذكر ربنا والذي أنزل السكينة فيه في قلوب المؤمنين متخلقلة ومتغلغلة ومسيطرة على قلوب الدعاة الحقيقين التحدي السابع العولمة العولمة يا أخوان وهذه خرجت خرجت عن المألوف حتى أختم بها العولمة الخطر الداهم الذي نخوف منه والذي نحذره طيب كثير مننا يعتبرها أصبحت أمرا واقعا وإن لم تصبح أمرا واقعا فهي على الطريق يعني خلال مدة قصيرة جدا جدا ستصبح أمرا واقعا ماذا هيئنا لها على صعيدنا الفرد أو على صعيدنا المؤسسات كيف سنتغلغل في هذه العولمة هي تحدي من التحديات كيف سنستثمر خيرها وكيف سنواجه شرها كيف سنحسن أن نكون في الفسحة الواسعة فيها حتى نسيطر على المغالق الموجودة أمامنا وندخلها ويصبح كل شيء فيها تحت سيطارتنا كيف نتعامل مع العولمة هي شيطان رجيم خلص شيطان رجيم مجرد ما قلنا شيطان رجيم أغلقنا الباب ممنوع تفكر ممنوع تفكر في كيف تتعامل مع العولمة البنوك شيطان رجيم ممنوع تفكر كيف ستجد حلولا للتجار طيب وقص على ذلك كثير من الأمور هذا أمر خطير جدا جدا من خصائص الشريعة الإسلامية سأختم من حيث بدأت إن لم تكن خصائص دعوة الإسلامية وعلى رأسها المرونة واليسر طبعا ضمن القواعد العامة إن لم تكن هذه الخصائص موجودة في حملة الرسالة في الدعاة لا يمكن أن نحسن الاستمرارية باسم الدين ونحن العلمانيين الحقيقيين ونحن عندها سنكون العلمانيين الحقيقيين الذين فصلنا بندوني بقصد أو بغير قصد الدين عن واقع الحياة لأن الدين إن لم يكن مرنا إن لم يكن متجددا طبعا هنا في باب المتغيرات وليس الثوابط إن لم يكن ميسرا ويسرا على الناس فعندها أيها الأخوة والأخوات عندها لا يمكن أن يكون هذا الدين صالحا لكل زمان ومكان الدين بخصائصه التي تعلمناها عن علمائنا والتي هي موجودة في شريعتنا هو هذا الذي يصلح لكل زمان ومكان أما الدين الذي يفهمه بعضنا على أنه دين مغلق على أنه دين منعزل على أنه دين لا يحسن إيجاد حلول المشكلات للحياة فهذا الدين لا يصلح لكل زمان ومكان وبالتالي هذا لا ينطبق على شريعة الإسلام ولا ينطبق على هدي سيد الأنام عليه أفضل بالصلاة والسلام خاتمة الخواتم أيها الأخوة والأخوات أن السبب الرئيس الذي هو بحد ذاته وقايا وبحد ذاته علاج هو علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى عندما يكون الإيمان متكاملا عندما يكون الإيمان حقيقيا عندما تكون علاقتنا بالله سبحانه وتعالى قائمة على اليقين فاعلم أنه لا إله إلا الله على أنه سبحانه وتعالى هو المتصرف في شؤون الخلق على أنه يجب علينا التوكل عليه مع الأخذ بالأسباب والأبداع والإتقان عندما يكون هذا الإيمان موجودا في عقولنا سينعكس أمانا على نفوسنا وقلوبنا وعندها سنكون أمانا للآخرين هذا الإيمان هو الدافع الحقيقي للعمل المتقن الذي نرجو فيه مرضات الله سبحانه وتعالى والذي نحمل فيه الأمان التي اتمنى عليها والذي نكون به فقط وبه فقط صمام أمان للإنسانية كل الإنسانية وليس مبالغا هذا الكلام مطلقا أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الحكمة والصواب وأن يجعلنا دعاة حقيقيين متخلقين بأخلاق سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم وأن يرزقنا توفيقه وأن يرزقنا مصره وأن يرزقنا تمكينه وأن نكون رحمة للعالمين مفاتيح الخير مقالقة للشر والحمد لله رب العالمين وأترك المجال الآن للإدارة حتى تتابع وأنا بين أيديكم بالبداية الله يعطيكنا معكم شيخ فراس في أويك يا رب على هذه المحاضرة الطيبة طبعا يعني لاحظت بعض الأمور فيما يتعلق بمداخلات الأخوان على الشات والأخ سامر الشيخ سامر الله يبيرك فيه طبعا الشيخ فراس طرح بعض الحلول خلال يعني الكلام هذه الملاحظة أولى لفتني أنه تركيز على الجانب النفسي الأزمة الحقيقي هي أزمة تربوية في المفاكلين وهذا حق في الحقيقة وهو يحتاج فعلا مننا إلى اهتمام يعني الأنيانية والتناقض الإدارة كل هذه أمور يعني شخصية نفسية تربوية وهذا المجال الذي يجب أن نهتم به نسأل الله عز وجل أن يعيننا ما عندي أنا شيء سبحان الله أنا كنت أستفيد بالمحاضرة وأكتب للم أكتب بالقصد يعني التعليق إنما بقصد التعلم أعزيك الخير شيخ وسامر أستفيد منك دائما أعزيكم سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام الله تكون عافية الله يزيكم الخير تتقبلوا وجهة نظرنا من خارج يعني أهل الإختصاص فأنتم سبقتونا ما شاء الله والله يفتح عليكم من الكلام الطيب والشعر الطيب والجلسة الطيبة فالله يزيكم الخير في عندي وجهة نظر حابب أنا يعني أطرحها أسمع رأيكم فيها المعظم المشاكل أو العقابات اللي طريحت في وجهة دعوة نهضة الإسلامية الدعوة الإسلامية هي كانت على مستوى الفرد وأصلاح الفرد هذا الشيء أكيد ركن الأساسي لابد منه وهو الأساس ولكن كما قال أحد الدعاء إذا لم يكن لديك مشروع فلا تستغرر وتكون أنت جزء من مشروع الآخرين الحقيقة في عنا نقطة ما بعرف يعني تبكيزة هي الأمية السياسية عند المسلمين ما عنا شيء يعني لحد الآن قدش نحن ضعيفين بالسياسة الشرعية ثورات وتضحيات ثمثين سني وسبعين سني ولا تستسمر بشكل جيد بالسياسي هلأ حاليا سوريا تعيش عشر سنوات وهلأ أجمع السوريين بلأن شو ما شرقنا السياسي ما بنعرف من ضيع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ناس متحجرين على مصطلح وخلافي وبدأيها ناس متحجرين على موضوع الدول المدنية بمرجعية إسلامية ناس بتقول لك لا الإسلام شو هو وضعه بالحكم فلازمنا من ناحية السياسة الشرعية ما عنا هم نضجها ولذلك يعني الإصلاح الفردي هل هو يكافي في إصلاح المجتمع إذا راجعنا السيري أكيد ما يكافي وإلا الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بقي في مكة لم يهاجر إلى يطلب القوي والمنع من القبائل ولم ينتقل وليهاجر إلى المدينة ولم يهاجر إلى الحبشي بالهجرة الأولى والهجرة الثانية بالصحابي اقترارا فهل نحن عنا مشروع سياسي هل عنا رؤية سياسية شرعية قادرين نطبق منا ولو خطوة أولى هل عنا تبلوغ كل شيء بأسف طالما ما عنا هالشيء فلا ننتظر أنه نقطف ثمارات وإنما رح يكون عنا إصلاح فردي بيجي حكم بيذمر بسنما بنينا بسنوات فأنا بلاقي أنه لازمنا نحن عنا أمي سياسي لابد أنه مطرحة في عنا خوف أنه ندخل فيها لأن هي حقيقة يعني تحتاج يعني علم شرعي وورع وإجتهاد وابطلاع على الواقع ومقدر نلاقي وجهة نظر سياسي نطرحة بالوقت الحالي ما نجي نجي بشيء مشتزه من التاريخ ونرميه في الوقت الحالي يعني منخسر أكثر ما نستفيد فأنا وجهة نظركم بالنقطة هاي الله يزيك الخير بارك الله يزيك الخير دكتور على هذه اللفتة الرائعة يعني أنا لو فصلت في العولة ما لدخلت في هذا الأمر الأمية السياسية الموجودة هناك أثنان من الأمور المغيبة عن المعاهد الشرعية والدراسات الإسلامية بقصد أو بغير قصد العلوم الإدارية لأنها تربي عقلية الداعية على التخطيط والتنظيم والرؤية وكأنه أمر يراد والأمر الثاني العقلية السياسية مع أن قواعد الشريعة الإسلامية كلها سياسة قواعد كلها قائمة على السياسة أي أنت لا تجد حتى في نظام الأمم المتحدة قاعدة تقول أن حيث وجدت المصلحة وجدت دين من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي؟ قال علماء الإسلام علماء القيم الجوزية يعني علماء رحمة الله علماء الإسلام الذين قالوا هذا الكلام سواء ابن القيم ولا الإمام الشاطي ولا عز بن عبد السلام ولا غيرهم رحمة الله عليهم فموضوع الفقه السياسي هو جزء نعتبر أن التربية تربية متكاملة لا يمكن أن تنتج أو أن تسمر التربية ما لم تكن متكاملة والتربية السياسية عملية أساسية من شخصية الإنسان طبعا بحجمه ليس شرطا أن يتخص الجميع في السياسة ولكن على الأقل أن يكون عنده الأبجديات السياسية القطوط العريضة يعني كما يقال فروض العين في السياسة مثل ما في فروض العين في العبادة المباشرة في فروض العين في السياسة المالية لا تكن مسرفا هذه قواعد اقتصادية ولا تكن بخيرا قواعد اقتصادية موجودة في عمق تربيتنا العقائدية والفقهية والشخصية الإسلامية المتكاملة شكرا لكم طبعا شكرا لبيت الحمصي على هذه المحاضرة هذه الدعوة شكرا للمنشد على هذه الأشياء الطيب أعتني ذلك في البداية صراحة للمفاجأة ولكن السبب المداخري ليس هذا من خلال النقاشات التي جرت يعني أنا أقول من أهم وأبرز التحديات هو مفهومنا التدين يعني موضوع إذا أخذنا مثالا لحياتنا العملية مثلا قد نجد فتاة أو شابة غير محجبة عندها قيام وأخلاقيات التدين والإسلام ولكن ما عندها الحجاب الحجاب هو عنوان الأخلاقيات هي المضمون نتعامل معها بسرق قيام العنوان كأنها ليست مسلمة في الغالب ممكن أن نتعامل معها بقولنا يعني بما أنك لست محجبة فأنت لست مسلمة أو يعني ما لازم ما لازم أتعامل معك نهائيا أو نقول لها كمّل إسلامك أنت إسلامك لا ينقصه إلا الحجاب يعني فرق فرق بالتعاطي ففي عنا الحقيقة أزمي بموضوع المفهوم التدين بموضوع الفقه السياسي الذي أشار إليه الدكتور جلال يعني في الحقيقة يعني لا شك عنا أمي سياسي ولكن للأسف عنا التضخيم للعمل السياسي أحيانا عند المسلمين مع هذه الأمي وهذا الأزمي أكثر والكارثة أكبر السؤال الجوهري هل التغيير المرتقب في الأمي هو تغيير سياسي أم تغيير حضاري التغيير الحضاري هو الأساس التغيير السياسي فرع نتعامل مع العمل السياسي أنه هو الأساس للأسف هذا إشكال بالموضوع الفقه السياسي يعني قدت في أسبوع تقريبا أو أسبوعين قد أقرأ في كتاب الباحث عباش شريفة والكتاب قيم جدا بعنوان من قواعد الفقه السياسي من السيرة النموية يعني بإمكانكم أن تصدفوه أو الكتاب قيم في هذا الباب يعني بس أحببت أن أضيف هذه الإضافة الله يجب أن يكون خير الذي أريد أن أختم به وهذا الذي طلبته منذ قليل بدقيقتين لا أكثر أتمنى كل أخ في منطقته وأن هذا الذي حتى يكون فعلا برنامج عمال كل أخ في منطقته وحتى يكون لهذه المحاضرة سمر عملية وليس فقط أمر فكري وعلمه هذا أمر جيد لا شاك وأسأل الله عز وجل القبول ولكن لا بد من انتقالي للميدان أحصاء لإن لم يكن في مدينته ففي منطقته بالحد الأدنى في حيه بالحد الأدنى أحصاء للشباب والشابات أحصاء للتخصصات مثلا في اسطنبول طبعا اسطنبول أكبر من لبنان ولكن كلهم في حيه يحصي التخصصات المهارات الموجولة ويتفق مع هؤلاء الشباب ضمن الاستطاعة على مهارات على استثمار هذه المهارات في مجالات متعددة وهذا أمر لا يصعبنا أبدا والله يا أخوان هذا الكلام ينطبق على الأخ في اسطنبول ينطبق علينا في طرابلس والشمال ينطبق على الأخ والأخ الذي في الدنمارك والأخ الذي في إلى آخر ما هنا لك مناطق إلا نستثمر هذه المهارات وهذه الطاقات حتى نكثر من قوارب النجاة ونضع الشخص المناسب في المكان المناسب فسنبقى نكرر هذه الكلمات وحتى نزيد من مشاعل النور والنقاط الإيجابية إن شاء الله عز وجل هذه الذي أردتها حتى نخرج إن شاء الله بنتيجة عملية وإذا كان لي لقاء آخر معكم سأسأل عن هذا المشروع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورسول الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المعين قبل الدعاء أقول كلمة بسيطة أولا أشكر أخونا الشيخ فراس البلوط وأقول جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وكم نحن في هذا الزمان بجرعات تقوية للدعاة إلى الله عز وجل لينهضوا بهذا الدين وينهضوا بهذه الدعوة الإسلامية فجزاك الله خيرا على ما تفضلت به وبينت وأشكر أخواني في البيت الحمصي أن هيئوا لنا هذه المحاضرة ونستفيد من أخواننا نستفيد من يعني خاصة اليوم هذا الكورونا فتح لنا باب جديد يعني نستفيد من أخواننا في موضوع الزوم وموضوع التواصل عن طريق النت وهذا من فضل الله سبحانه تعالى علينا أختم بأيضا الشكر لكل الإخوة الذين شاركوا ووضعوا نقاط يعني على الحروف وهكذا ونسأل الله سبحانه تعالى أن يجمعنا وإياكم على خير حال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله صحبه أجمعين اللهم صلي على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا تجسر بها أمورنا وتفرج بها قروبنا وتقضي بها حوائجنا صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم إنا نستلك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا به العمل مع الإخلاص لوجك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا ثقل به من زالنا واخسأ به شيطاننا اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا تأويل رسالتنا برحمتك يا رحمين اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك يا أكرم الأكرمين اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا من عبادك سعدا ولا تضلنا بعد الهدى ولا تسلط علينا بذنوبنا من اعتدى يا أكرم الأكرمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أنزر رحمتك وبركاتك على أهل هذا البيت هذا البيت الحمصي الذي يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويستفيد من هذا الوقت حتى رغم الحظر التوجول فأهيأ لنا الله سبحانه وتعالى ذلك اللهم اجزي إخواننا عنا خير الجزاء واجزي أخانا المحاضر خير الجزاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته اللهم اجمعنا في جنتك رب العالمين وارحمنا إذا صرنا إليك أرحم آباءنا أرحم أمهاتنا أرحم من مات من أصولنا وفروعنا أرحم مشايخنا ومن علمنا ومن له حق وفضل علينا وارحم جميع المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة شكرا